أهلا بكم أعماك الروح والنهاردة هنتكلم في موضوع مختلف شوية ماذا يحدث عندما يموت توقمك؟ كيف يغير الأشياء؟ طبعا الموضوع ده أنا مش حابة أتكلم فيه للأسف بس ما بحبش أتكلم في الموضوع ده قوي بيدايقني بس في ناس كتير طلبته فأنا حابة إن أنا أتكلم فيه علشان هم طلبوا مني كتير إنت بتبقى عايز تعرف مثلا إيه اللي هيحصل لما بيموت توقمك الشعلة ممكن تكون إنت مريت بالتجربة دي أو بتتوقع مثلا إن إنت ممكن تجربها يكون توقمك مثلا في مرحلة متأخرة من المرض وإنت قلقان أو ممكن إن هو يكون مجرد فضول عندك إن إنت تدوس عن الفيديو ده وتشوف وتعرف إيه اللي هيحصل لو توقمك بعد الشر مات عموما في اعتبار موت أكتر شخص أنت بتحبه واللي بيعتبر نصفك التاني هو حاجة مؤلمة ومخيفة جدا أكتر حاجة في الدنيا وبالنسبة لكتير جدا من الناس هي حاجة ناس كتير قوي مش هتبقى عايزة ببص عليها زي أنا شخصين ساعات ما بحبش قوي أقرأ أو أسمع عن المواضيع اللي ممكن تدايقني أصلا بس للأسف في ناس يعني حظهم مش أحسن حاجة طبعا ومش حظهم يعني هو نصبهم كده وده حاجة بيدرب بنا طبعا الأعمار بيد الله يعني مروا بالتجربة الصعبة دي وفعلا الموضوع عندهم حقيقة وحصلت فكده الموضوع بقى أمر واقع وهم عايشين في حين أنه الفيديو ده مش هيعالج ألمك أو يمنعه إلا أنه ممكن يقدم شوية نصايح أو شوية إرشادات حوالين الموضوع ده ممكن تفيد حد لو أنت فقط شريك حياتك وبتكافح علشان تقدر تتأقلم على الوقت فأنت بالتأكيد بالتأكيد لازم تطلب حد يساعدك تطلب من أي حد أن هو يساعدك من حواليك سواء أصدقاء أو عيلة أو 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 حتى بشكل يعني بشكل مثلا استشاري أو حد يقدر يساعدك من اللي أنت تخرج فيه ده علشان حزنك ما يتغلبش عليك وتوصل لمرحلة مش كويسة لكن لو كانت عواطفك المباشرة تحت السيطرة وإنت قادر تسيطر عليها وكله تمام وإنت راضي بأمر ربنا وقادر تتحكم في مشاعرك وبس محتاج أن أنت تلاقي شوية طمأنينة أو شوية روحانيات كده عشان تساعدك على أن أنت تمشي خطوات لقدام في حياتك بعد معدد بالمرحلة دي أو بالتجربة دي فاحنا نقدر نساعدك أكيد في الفيديو ده لما بيموت توقمك توقم الشعلة فهو بيفضل معاك في حد كان كاتب قبل كده قيل حكمة أنه كلنا بنموت مرتين الأول هو مرور جسدنا المادي والتاني بيحصل لما بيتم نطق اسمنا للمرة الأخيرة وقال أنه من خلال آخر حاجة دي ممكن لنا أن احنا نبقى خالدين يعني ده طبعا كلام شوية مش خيالي بس هو كلام مش على مبدأ علمي يعني ممكن يكون بالنسبة الناس أكيد كتير أسطوري يعني كلام كده خيالي شوية بس الصورة دي مش دقيقة طبعا لكن موت الجسد المادي مش معناه أنه الشخص اللي سكنه مشي أو رحل لا مش بيتم تدمير روحهم أو جوهرهم أو كينونتهم وبغض النظر عامة ممكن أي حد يسمي الموضوع ده هو لسه موجود وبيسكن جواك لسه موجود ويسكن بداخلك مش أنت بس لأ هو مازالوا موجودين داخل كل من حملهم وده هو أحد الأسباب اللي بتخلينا نسعى للحصول على الراحة من الأشخاص الآخرين اللي كانوا قريبين منهم لأنه لما بتكونوا كلكم مع بعض بيكون اللي أنتوا بتحبوه موجود معاكو في المكان أو في الغرفة دي وده بيجلب معايا حقيقة مش بتبقى مريحة أنت لسه عندك مسئولية تجاههم تجاه توقم الشعلة توقمك من الصعب دلوقتي أنك تعرف إيه اللي مفروض تعمله بعد وفاتهم على طول وفاة توقمك حتلاقي نفسك طبعا حزين وبتتعامل بطريقتك الخاصة الطبيعية جدا اللي أنت مش حسب لها أي حساب وبيبقى يعني بعض الناس مش بتبقى يعني بتعرف حتى تعزيهم من كتر ما هم الحزن بيتغلب عليهم والأسل درجة أن هما مش بيقدروا حتى يكلوا ولا يشربوا ولا يناموا ولا حتى يفكروا أن هما يخرجوا من باب قضتهم مش حتى بيتهم وبيكون في ناس تانية طبعا بيقدروا أن هما يوصلوا حياتهم كأن ما فيش أي حاجة حصلت وبيكون الحزن يعني جواهم عميق أو كل حاجة بيقدروا يعني يلهوا نفسهم ويعملوا حاجة تانية مفيدة أو مسمرة كل الحاجات دي وغيرها من الطرق تنفع أن تتعامل مع المأساة دي ومش بتعتبر الحلول دي حلوة جدا يعني على المدى الطويل ولا مفيدة جدا بس الأهم من كل ده أن توقم الشعلة الخاص بيك يعرف كل ده لما بيموت توقمك فهو بيرقبك إزاي؟ بعد مرور شوية وقت من الحداد عليك أن أنت تلملم كل بقى حياتك كده تلم نفسك كده لأن أنت بتبقى طبعا كل حتة منك في حتة أنت بتبقى فعلا فعلا متشتت تشتت رهيب لازم أن أنت تتحرك في حياتك لقدام لازم أن أنت تقوم لازم أن أنت ما تقعش مش هينفع خالص تفضل كده للأبد لأن ده حاجة مش كويسة خالص لأي حد وتوقمك مش هيبقى عايز منك أن أنت تتوقف عن الحياة لمجرد أنه هو اضطر أن هو يحصل معاك لكن أن أنت تتحرك وتأخذ خطوات في حياتك لقدام أحسن وأن أنت تقوم هو حاجة مش سهلة خالص لا دي حاجة صعبة جدا وبشكل خاص لأنه عليك أن أنت تقوم بدا لوحدك لو ما عرفتش تقوم بي لوحدك لو ما قدرتش تقوم بي لوحدك مش تعرف تقوم بي لوحدك وهو مش هتقدر تقوم بي لفترة طويلة وبطبيعة الحال أنت فعلا مش هتبقى لوحدك الاتصال اللي أنت بتشاركه مش هينقطع مع مروره بيبقى يعني يعني كل نفس الاتصالات التخطرية والنفسية والطاقة اللي كانت عندك من قبل كده لسه لسه لا تزل على قيد الحياة وبصحة جيدة لو أنت ركست هتلاقي أن أنت قادر على أنك تحس بيها خلال الجزء ده من الموضوع هتلاقي نفسك عايز تتكلم مع حد يكون وسيط أو حد يفهمك أو حد يكون قريب منك لو ما عجبتكش الفكرة معلش يعني ممكن أن أنت ما تعملهاش أصلا وتستمر في أن أنت يعني تحصل على فواد الشعور بوجود شريكك الراحل في لحظة من التأمل وفي يوم من الأيام هتحس فجأة بالارتاح هتلاقي نفسك مرتاح زي الموجة كده بتعلى وبعدين بتغرقك كده وبتنزل أنت تحتها وفي نفس اللحظة بتعرف أن توقمك توقم الشعلة لسا معيك وده حاجة منتشرة جداً ومعروفة جداً للي مروا بالتجربة دي لدرجة أنه بيكاد يكون بمثابة تقوس العبور لأي توقم فقد توقمه ومجرد حصولك على التجربة دي أو مرورك بيها هيبقى الطريق قدامك أسهل بكتير وهيرجع ده مش مرة واحدة لا جزء جزء لحد ما تقدر أنت تحس بدعم توقمك مرة تانية وده هيمنحك دفع القدام لكن هو كمان هيكون نسيجة جزئية لإدراك مسئولياتك تجاه توقمك مرة تانية اتصالك الفريد معناه أنه الشاكرات الخاصة بيك والهالة الخاصة بيك ونظام الطاقة اللي عندك ككل لها تأثير كبير عليه وبيستمر ده حتى بعد رحيل توقمك ده معناه أنه لو أنت كنت في حالة زهول أو متوتر أو مش مصدق اللي حصل وفيه طاقة بتغمرك سلبية الطاقة دي هتتنقل لتوقمك وده معناه كمان أنه أنت كده لو أنت استعادت السعادة والتوجيه والشعور بالهدف فأنت هتقوم بتمرير ده كمان لي فأنت كده بتبعط له الطاقة اللي أنت فيها وكمان هم بيبقى عايزينك أن أنت تكون سعيد أكتر من أي حاجة تانية حتى لو كان ده معناه أن أنت حتبقى يعني مش هتبصه ورق تاني وحتمشي لقدام وحتقابل حد جديد وعلى الرغم من أنه هو ده حاجة أكيد يعني مش وقتها خالص أننا نتكلم فيها بس أنا بقولكو هو توقمك بيفكر إزاي أو هيبقى مبسوط لو أنت عملت إيه مش زي ما أنت متخيل لما بيموت توقمك رحلتك مش بتتوقف من الضروري أن احنا نلاحظ أن دي مش نهاية رحلتك لسه قدامك تقدم لازم أن أنت تعمله لسه قدامك حاجات محتاج أن أنت تعملها رحلتك لسه ما وقفتش على كده خالص لسه فيه أهداف لازم أن أنت تحققها في تطوير شخصيتك لسه قدامك كتير ومن غير الإحساس بالهدف يعني فأنت بتخاطر بأن أنت تعيش حياة مش صحية خالص وغير مرضية وبتبقى الحياة عمرك ما تحس أن أنت محتاج أن أنت تعيش أنت عايز تعيش ليه أنت خلاص أنت تحس أن أنت مش عايز تعيش طول ما ما فيش قدامك أي أهداف ولا تحديات ولا أي فرص النمو الروحي اللي بتمثلها وخصوصا في توقم الشعلة طبعا هو كده ما يقدرش يعيش لو فضل بيفكر بالطريقة السلبية دي وأسوأ حاجة ممكن أن أنت تقوم بيها هو أنك تستسلم للحزن وتنتهي حياتك على كده ما فيش داعي للحزن أنا قصدي ما فيش داعي للحزن اللي هو بيأثر على حياتك قدام أكيد أحزن وزعل وعاية وضايق وده أكيد لازم يحصل لأي بني قدم طبيعي مش توقم شعرة بس بس حياتك لسه ما انتهتش لحد دلوقتي وعليك أن أنت تواجه الخطوات اللي جاية في رحلتك لوحدك لكن افتكر أن أنت مش هتكون وحيد أبدا فأوحش لحظاتك لما هتصل إليك كل ضغطات الحياة وتحس أنه كل حاجة مش بتحسن أبدا خليك مرتاح وحس بالراحة لما تعرف أن روحك المرآة لسه موجودة وبتدعمك وفي ظهرك وهي كمان يعني حاسة بكل الحاجات اللي انت فيها وبتدعمك وانت مش لوحدك توقمك بيحبك ومن خلال أي تدخل متاح لي حيوصل لك رسائل الأمل والتمنيات الطيبة لو أنت سمحت لنفسك بالدخول في حالة تأملية خلال اللحظات دي هتلاقي أن أنت قادر أن أنت تركز عقلك على قلبك أنت هتقدر أن أنت تحس باتصال توقمك وأن أنت تحس بأنه قريب منك حاول تختنم الفرصة دي وتسمع إيه اللي هيقوله لك وبعد كده ارجع للعالم المادي تاني وفتكر أن أنت تحب نفسك على قد ما بيحبك توقم الشعلة وبكده تكون خلصت حلقاتنا مش حلقة يعني مش من حلقات القريبة لقلبي بصراحة أن أنا أتكلم عن موت توقم الشعلة أو موت أي حد بس حبيت أعمل اللي أنتوا حابين أن أنا أقدمه يعني ياريت تكون الحلقة عجبتكم واستفدتم منها وأشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية مع السلامة ما تنسوش تعملوا بسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر